حمدا لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه اليوم الدين عزيزي الطالب حطت بنا رحال دراستنا وتدريسنا لهذا المقرر على مرحلة ثالثة أساسية من مراحل تعريف التوحيد وهي توحيد الألوهية فما المقصود بتوحيد الألوهية وما هي أدلته وكيف كان لأهل السنة فيه من توضيح أما عن المسألة الأولى فنبرز توحيد الألوهية من حيث تعريفه ما المقصود بتوحيد الألوهية تعريف توحيد الألوهية أولا في اللغة من الإله والإله هو فعال على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود يقال إله معبود أو إله أي معبود مستحق للعبودية يعبده الخلق ويؤلهون فإذا قلنا إله أي إذا قلنا توحيد الألوهية أي إبراز عظمة الإله وأن العباد عليهم أن يؤمن به وأن يوحدوه وأن يؤلهوه فتعريف توحيد الألوهية من الفعل أو من على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود فالعابد ينبغي عليه أن يقف مع توحيد الألوهية بتقدير وتقديس كذلك إذا ما نظرنا إلى توحيد الألوهية من حيث الإصطلاح فإننا يجب أن نعلم أنه الاعتراف العلم والاعتراف إعلم واعترف بأن الله هو الواحد ذو الألوهية وهو الرب ذو العبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحدة بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحدة باختصار المقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أما عن الدلائل على توحيد الألوهية فهي أكثر من أن تحصى وهذه الدلائل كثيرة كما جاءت في كتب علم الكلام وكما جاءت في كتب الفكر الإسلامي وكما أشار إليها القرآن كما سبق وبينا أن القرآن كلام الله المقروء وأن الكون كون الله المرئي وعلى العابد أن يقف مع الأمرين معه لينظر فيصل إلى توحيد الألوهية أول تلك الدلائل دلالة الفطرة وقد أشرنا إلى هذا النوع سلفا وأيضا دلالة الخلق أيضا دلالة الخبرية للنصوص الشرعية بمعنى أن النصوص الشرعية هي في الواقع تدلنا على أن الله واحد أحد الدلالة العقلية للنصوص الشرعية كما سبق وأن شرحنا في إبراز توحيد الربوبية أيضا من الأدلة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما سبق وأن بينا وهذه كلها سنتناولها الواحدة والآخرة بالشرح والبيان أيضا الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية ما دمنا قد اعترفنا بأن الله رب وقد اعترفنا بأنه أسماء حسنة وصفات عليا لا بد أن نؤمن بأنه واحد أحد أيضا إبطال ألوهية ما سوى الله تبارك وتعالى وجاء القرآن كله ليؤكد على ذلك أما دلالة الفطرة فقد أكد عليها القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الآية من سورة الروم تؤكد على أن الحق تبارك وتعالى قد فطر الناس على توحيده فالله هو الذي فطر عباده على محبته وعبادته وحده وعدم إشراكه معه أحدا في العبادة فإذا تركت الفطرة بلا فساد وصلت بذاتها إلى معرفة الله الواحد القهار لكن الذي أدى إلى انتكاسة الفطرة هو ميل الإنسان إلى المادة فتأكد لديه أنه مخطئ فوقع في الشرك والعياذ بالله ومن هنا أكد الأنبياء والمرسلون على ضرورة الحفاظ على الفطرة البشرية كيما تقر وتعترف بوجود خالقها أيضا دلالة الخلق ما معنى ذلك؟ الخلق كله بهذا النظام المحكم الدقيقي والكون كله بهذا الإبداعي دلالة على وجود مبدعه قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي الآية الأخرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إن تركيبة الخلق وهذا الصنع العظيم دلالة على وجود الخالق الواحد الأحد العبد إذا نظر إلى جوارحه وأعضائه التي أعدها الله تبارك وتعالى للانتفاع بكل ما في الكون وخاصة عينيه ولسانه وشفتيه كما قال في الآية الأخرى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله هو الذي هدى الإنسان بتلك الجوارح فما أعظمك من إله المؤمن عندما ينظر إلى ذلك كله يزداد إيمانا بالله وتصديقا بكتابه كذلك إذا نظر المرء في الآيات الكونية فإنه يزداد علما بخالقه ومعبوده يقول تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بذلك نكون قد وقفنا على دلالة الفطرة ودلالة الخلق ونكمل فيما يأتي من الأدلة على توحيد الألوهية ترجمة نانسي قنقر